اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة راح نتناول تطبيق مهم وجميل من تطبيقات معالجة الصور الفوتوغرافية ألا وهو الكولربوب الكولربوب هو سحب لون من الصورة وإخفاء جميع الألوان وجعلها أسود وأبيض طبعا هذه التقنية تنطي قوة لهذا اللون وطبعا يفضل أنه اختيار اللون السائد والأجمل في الصورة طيب اللون السائد في هذه الصورة هو اللون الأحمر وطبعا لون السيارة وطبعا هو أكثر عمصر في هذه الصورة فعال هو هذه السيارة فرح نحاول نخلي اللون الأحمر وبقية الألوان راح نخفيها بحيث تكون أسود وأبيض الخطوة الأولى راح نسحب اللون الأحمر حتى نخفي بقية الألوان طبعا نروح على قائمة Select ومن ثم Color Range إذا لاحظوا أنه عندنا لوني للأحمر عندنا أحمر فاتح وعندنا أحمر داكن فنجي على الأحمر الفاتح بهذه المنطقة طبعا عندنا هذا المقياس نسحب إلى أن تكون الشاشة الخلفية المحيطة باللون الأسود إذا لاحظ أنه هنا أصبحت باللون الأسود ممتاز الآن نجي نضيف لون جديد بالقطارة ونختار هذا اللون اللي هو الأحمر الداكن أيضا نبدي نسحب إلى أن تصير الخلفية طبعا سوداء مثل ما نلاحظ بهذا الشكل ومن ثم OK تم تحديد السيارة الآن راح نعكس التحديد حتى يتم تحديد خارج السيارة من خلال Select وطبعا نجي إلى Invert راح يتم عكس التحديد الآن راح نضيف Adjustment للتحديد المعكوس وهذا Adjustment راح يكون Black and Weight نجي نختار Black and Weight إذا لاحظ أنه اللون الأحمر تقريبا أصبح موجود وبقية الألوان أصبحت بالأسود والأبيض طبعا أنه هناك بعض المناطق لم يتم تحديدها بشكل جيد مثل هذه المناطق فرح نجي إلى الماسك وطبعا نجي إلى البراش كليك أيمن نخلي الهاردنس صفر ونصغر قيمة البراش بهذه المنطقة وطبعا لابد أن يكون اللون أسود فنجي نكبر العرض أضلا بهذه المنطقة وطبعا نبدي نرسم بهذه الطريقة نبدي نرسم لأن تكون نتيجة قريبة يعني قدر الإمكان نحدد كل لون الأحمر بهذه الطريقة تقريبا طبعا إذا صار عندنا زايد نضغط X وطبعا نخفي L زايد بهذه الطريقة X طبعا طبعا ضروري أنه يكون دقة بالتحديد بهذا الشكل طبعا للسرعة يعني ما راح أعمل بدقة يعني هتلا يكون حجم الفيديو كبير أثلا بهذا الشكل ممتاز تقريبا الآن راح نزيد من اللون الأحمر من خلال Adjustment Layers ونختار Vibrance الآن راح نجي إلى Saturation ونزيد بالSaturation خلي بهذه المنطقة ممكن ال Vibrance ممكن أنه نزيد قليل يعني ممكن يكون بهذا الشكل وطبعا القيمة ممكن تكون بهذا المقدار الآن أيضا راح نزيد بعد بالألوان من خلال أنه نضيف Brightness وطبعا نجي إلى ال Contrast ممكن نخلي بهذا المقدار ممكن يكون بهذا الشكل طبعا إذا نخفي Brightness وال Vibrance نلاحظ أنه هكذا كامت العلوان وهكذا أصبحت طبعا ممكن أنه Vibrance يعني كبير ممكن نضغط على هذا الجزء ونقلل شوية ممكن وأيضا ممكن Brightness نقلل ممكن بعض الشيء ممتاز إذا لاحظ أنه السيارة هكذا كانت وهكذا أصبحت الصورة أصبحت أكثر قوة وأكثر لفت للانتباه نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى